خلونا ناخد معانا على التليفون مهندس خالد صديق رئيس جهاز التنمية الحضرية بأكد اهو الحضرية مش كده باش مهندس عكيد ازاي حضرتك ازاي حضرتك حبيبي ايه الاحوال ده احنا حظنا حال وانبارح كنا بنعرض الخيالة في البرنامج وحضرتك كنت معانا فكنت بقول مهندس خالد ساملنا كمان مش بس وقته ده فضل يتماشى معانا في عز نقحة الشمس بسبناش يعني والنهاردة كمان عندنا بشاير الخير انا ممكن جات لرزق افعال للناس من الحلقة يتنبارح ويعني ايجابية جدا والناس بقولوا يعني حلقة جميلة متعودين ده مع كل حلقات معك جميلة طبعا هي جميلة جميلة بالايدين اللي بنت وعمرت وغيرت وسكنت وحسست الناس ان هم اليوم حق في البلد يا باش مهندس خالد والله يعني حقهم وجيه متأخر ويمكن بنقول ان الدولة بتحاول يعني في وقت وجيه جدا بتقدم تأخير عشرات السنين انها هتقدم حقها فعشان كده التصارع في تقديم حق الناس الناس هتحس بيه كويس يعني عايزين نقول حجم المطرفات بيتكلم فيه ارقام بتتكلم وتقول اه يعني بتختصر حكاية طويلة لما نقول مثلا ان في خلال كم سنة عملنا لغير امن وكان مطرفنا فيه 63 مليار جنيه دي رقم بيبين حجم المجهود في مقابل ان من اول ما تنشأ السندوق لغير 2014 كنا بنتكلم فيه اه رقم ضعيف جدا يعني يعني عارف اللي بتكلم في ارقام مش اه يعني فيه استحياء ان احنا نقولها ان نقول مثلا ده ناس طرفت مثلا اثنين مليار جنيه من اه 2016 ولا من الفين وتمانية لالفين واربعتاشر وبعين من الفين واربعتاشر ليه بنتكلم ان هذا اثنين مليار جنيه وبنتكلم من السنة اللي فاسف لغير عشرين تلاتين معانا صغل ومهام تعادل كريليون مية وستين مليار جنيه فاتشوف يعني ايه الارقام ممكن لما يكون الناس مش عاقين نوصف او ايه اما ما عندناش وقت نشرح للناس طه الارقام بتا بتوضح قوي رؤية للناس الدولة كتت فين وبقت فين وحجم الانفراق اللي بيتم على اتجاه واحد اللي السندوق بيشرف بتنفيذه بقى كام يعني احنا السندوق دي الوقتي في ايدينا مشروعات تتجاوز تتجاوز تريليون مية وستين مليار جنيه منها عواطنها القاهرة التاريخية حدائق الفرصات الغير مخصص يعني حاجات بنتكلم سعفة المخصص علي مالوش حدود في اللي احنا فيه دلوقتي العافة اللي احنا عايشين فيه لازم نستغل الفرصة والدعم ده عشان نقدر نوصل للتأخر على الناس صحيح طب انا عايز نتكلم حقا باشوانس على مشروع البشاير اللي احنا كنا لسه يعني بنتفرج عليه من شوية وبنتكلم عنه المشروع ده بدأ من امتى وحاج مؤدقي وتكلفته وغيره بالمناسبة يعني اللي حصل في اسكندرية ما كناش نتصور لان اسكندرية كنا دايما نشوف انه على مر عهود كثيرة تتجمل ظاهرية من على الوش دلوقتي الوضع مختلف وبالذات بالنسبة للفئات الاكثر احتياجا يمكن اسكندرية من اكثر محافظات اللي كانت فيها مشاكل كديرة جدا في التكدش السكاني يمكن ناس كلها تقول اسكندرية اسكندرية كان زمان ناس بصل الكورنيش فقط والعمق الداخلي كله كان يعني مهترد فاعزين نقول ان احنا يعني المشروع بالي من اول ما شات الرئيس اطلق في 2016 مبادرة القضاء على غير امن وتطوير المناطق داخل المدن فكان المشروع اطلق واشتغلت مراحبة باشدخير واحد واثدين وثلاثة وخمسة خلي بالك انا فوضت اربعة اربعة دي في البحيرة واحد اثمين تلاتة خمسة واحدين تلاتة خمسة دول اسكندرية اربعة في حيرة وبعدين ستة سبعة تمانية ده مشروع تنمول تنمية عمرانية تانية خالص ده مستوى تاني بفكر تاني بشكل تاني يعني الموضوع يعني مثلا لو نتكلمنا على واحد واثنين مثلا نحن نقول يعني مشروع مثلا بشكل خير واحد حصل تدرق في الموضوع طبعا بيقول به الهالة هنسير اخوات مشلحة اللي ايما بالموضوع ده مع المحافظة في الهندرية فاحنا بنقول وكانت طبعا بدأ الموضوع ب قيادة المنطقة الشمالية العسكرية اللي بدأت في بشكل خير واحد فبشكل خير واحد كانت مثلا تت 1630 واحدة تقريبا وبعدين بشكل خير اثنين كانت 1869 ثلاثة وخمسة بقى بنتكلم في 25000 وحدة يعني او تجاوض كمان 25000 ومكسور كمان فتخيل شوف الفكر بقى عامل ازاي شفت التطور اللي بيحصل عامل ازاي الطموح اللي وصلنا لي واحدا تشايف طبعا يعني ايه اكيد حدك عربت الصور المشروع والصور الحقيقية من الواقع زيبا عادي تقومي شوية المنظر عامل الشكل عامل خلينا نقولي بالبلد كي ازاي ده من تحب تتكلم بكلام الشياكة ايه الجمال والزوء ده يعني الحاجة فعلا معمولة مش بنستخسر في المواطن ازاي ندي له حاجة جميلة ومش انا مش بكلم هنا انا هنا بتكلم كمواطن بيتفرج على حاجة وقامد بها احدى جهات الدولة الاخرى بنجاح شريف جدا فبنتكلم على ان احنا فيه منظومة متكاملة من التطوير العمراني والتنمية العمرانية على مستوى الدولة في جميع الجهات وزي ما ساتتنا نصر ده كانت قال فيه رشايل مهمة اوي 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 الناس يستطلب بالنا بالعملها الاسلامة وحفاظ على هذه المقتصبات دي اهم رسالة اللي هي مش المهم البناء الاهم حفاظ على المقتصبات ازاي المشروعات اللي تعمل الجين حافظ عليها ازاي نشئ لها اجهزة تدرها ازاي نبقى فيه شركات صيانة تدرها ازاي بقى فيه امن يحافظ عليها ازاي بقى فيه بعد كده تمام الطموح الاكتر ازاي الاهالين اللي عايشين في المشروعات دي ازاي نخلق له فرص عمل خلق فرص العمل خلق اللي هي مثلا موضوع اتباعه الامنية التعليم الصحة كل الحاجات دي لما بناها من المشروعات يجب ان المشروعات مدفعة من كله اللي هي المقولة المشهورة دائما بناء البشر قبل الحجر مهم جدا 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 بناء البشر قبل الحجر ازاي بناء الحجر من غير مدين دي البشر القاطنين في هذه الاحجار ازا انا بنقول ان العمر الاقترادي المشروعات دي بيقل الى اقل من الربع طب بجموانس خالد يعني ساعات كده بيبقى فيه ولو حتى تفصيلها تبدو بسيطة جدا وفي نفس الوقت الناس قد تظنها انها جزء من المبنى انا بشوفها انه لا هي تقدير للمواطن يعني مثلا لما كنا في الخيالة فانا لاحظت انه المصاعد الاسانسيرات مركة الماني فاخرة اه ليه؟ يعني احنا يعني كان ممكن ديب حاجة مش الماني يعني عايزة اقوله حبارك يعني احنا بنعمل حاجة بنعملها يعني على اعلى مستوى احنا بنتكلم عن نفسين ونمتكلم عن مواطنمات ونمتكلم عن الاستدامة لما بنكلم ساحتة بنجي نعمل شغل خرصانات انا بنفكره في سفتي بتاع بفطه عالي جدا زي ما استطر خلال شوال احنا مشتغل في اراضي كانت معدمة ولا تصلح لعمل شيء وكانت الناس يتقولي اراضي كان يكون قيمتها الاستثمارية زيرو صح بل العاشر كمان بقى في كتفين ممكن اماكن برك ومستقعات وحاجات تبقى مدونة زيرو بتجيب امراض بتجيب بعض الحاجات اللي هي السيئة طب ازاي نحول من مدونة زيرو ده لاستثمار زي ما قلت كده انا بعد اقولي ايه المشروع اللي انا عايز اشتري فيه ده تخيلت احاولت من شيء مدونة زيرو الى هذا الموضوع محتاج شيء من الاراضة العظيمة الفكر التطور في التفكير ازاي نشغل برا الصندوق في الكتر نفسه ازاي نحط حلول للمشاكل والصعاب ازاي نقول ان فيه ارض مثلا الارض دي تكاد يكون هي مصدر مشكلة ونحاول مصدر المشكلة لفرصة اللي هي دائما احنا عندنا ايه لما جينا حاولنا الصندوق عمان اقول ايه فيه حاجة اسمها تحديات وفيه حاجة اسمها فرص ازاي نحاول التحديات دي فرص صح ايه يا دي ان هادا بسارك ايه ارض ان ارض كتسبها وي 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 ازاي حاولنا نقطة تحدي كبيرة جدا جدا قدام الناس لمنطقة فرصة عظيمة وزهابية كمان مش فرصة عادية طبعا وتحولت لقيمة مضافة لكل ما يحيط بها وحولها اكيد طبعا ان يتخيل مثلا انا واحد ساكن في المنطقة وجنب المنطقة دي منطقة مستنقعات او منطقة مقلب كمانة وتحول هذا الحديقة الى مشروع راخي اذا تقيمة الاستثبارية لمكان اللي انا عايش فيه عليت جدا ومكاني استقى من درجة لدرجة اخرى كل دي حاجات مكتسبات للناس في حاجات مكتسبات بصورة مباشرة ومكترات بصورة غير مباشرة الصور الغير مباشرة ان واحد يقتن في مكان مجاور لمكان سيء بها اصبح مكان راق اذا فهذا مكتسب وهم حصلوش حاجة في مكانه ولكن المجاورة اللي ليه قدت بكتسبات عالية جدا ازاي نهوف مكان يعني مفهوش خدمات ده مدرسة ولا مستشفى ومركز طبي ولا 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 امن المشروع الجديد عمل الحاجات دي ليه هو زيما مشرفت الخيالة مشروعات الخدمات اللي كنا عاملين ايه هو انا عامل نقطة اتعاف عشان الفل وخمسيط واحدة بس ولل عامل مركز طبي كبير عشان الفل وخمسيط واحدة ول عامل نقطة ول عامل مركز بريد كبير مكتب بريد كبير ثلاث ادوار على الف مد صح عشان الفل وخمسيط واحدة لا ده العامل من منطقة مصر دي ما كلها مصبوط فالمشروعات الجديدة اللي بنعملها بنعمل بها خدمات للمناطق المجاورة لها المحرومة منها كل دي مكتسبات لذي بنعمل دراساتنا ان المشروع الخدمات الداخلية مش المشروع فقط يعني مثلا نعمل مشروع بينتج مليون رزيف مثلا في الاسبارات هل اهل الاسبارات يأكل مليون رزيف في اليوم اصبار مية خرسية اكل رزيف في اليوم ده للمكان كله للمنطقة ده للمنطقة نسد بها احتياجات والعجز في بعض الخدمات الموجودة في المناطق الأخرى المنور ليهم كلان بقى موقف بشاعرهم ليهم تتغير الموضوع مئة وتمانين درجة فهنا بنقول لازم بنوصل وكالكل ده في ايه وقت زمني طبعا حداك عارف وشفت بنفسك جميع المشروعات بتضغط ازاي وكالده مع الحفاظ على المرة التانية بقى اترارها على الجودة ايوه يعني بيبقت الوقت قياسي جدا وفي نفس الوقت الجودة ايضا قياسية طيب Bulacoy احنا اللي بيخلص في 3 ايام بيخلص في يوم وعشان بنشغل ثلاث ورديات يعني بيخلص ثلاث ايام بيخلص في يوم عشان بنشغل ثلاث ورديات اه دي رسالة الناس مين تقلق تقالق اصلى بقى تبه في خطأ في مشكلة عطوا هذا معنا لحنا احنا بنخلى ال24 الساعةدة إلى المطلوب مننا في الوقت الاعجازي. اللي مصروف مننا. طب نحاول نقدر نوصل للجودة دي مع الزمن ده. مسلا اقول لي مسلا ايه واحد هيقول ايه الراجل ده مش هم لا انا استاهم كده بيقولك ايه. ده مفروض احنا نصوب بالسقف. السقفة ده بيع الثمانية وعشرين يوم على الشدة بتاعتي. اه عندك حق في انا. بس انا عشان ما ضيعش بقى معايا شدتين للدرون اللي فوقيت. بشد الدور ده واصل واصلنا شوية والشدة لسه موجودة على الزور اللي تحت تحتيه. عشان الناس تفهم يعني ايه. يعني ايه التصارف الزمن بدون نيجي على الجودة. بدون الاخلال بمعايير الجودة والمتانة والكفاءة والحماية وما الى زيك. طب مونت سخيد اخر حاجة بقى اسأل عشان عارف انها اواخد وقتك كتير جامد. لا. ونصلي زنان ورغاي وكده. عايز انه تختصني بخبر مثلا يعني ايه اجدد حاجة بيشتغل عليها جهازة تنمية الحضرية. الان حتى تصبح مكانا زيه. زي ما كنا بنتكلم عن الخيالة. زي ما كنا بنتكلم عن البشير. وزي غيرهم من عشرات المشروعات. ايه اجدد حاجة بتشتغلوا عليها دلوقتي? احنا عندنا يمكن المشروع بتاع حدائق فرصات وزي غرامة بعض ده الكتلة السكنية بتاع حدائق فرصات نفسها. دي الخبر الثالث ان احنا ان شاء الله في خلال الشهرين ده هنكون طرحين اا اا اول اول باكورة انتاجنا من مشروعاتنا السكنية في اا مبادرة تصيور عواصل محافظات المدنة الكبرى هي مبادرة دارة. حلو. ده يمكن حد او ما تحدثوا بقى ان احنا نزيدين قريب خلاص بمبادرة دارة ان شاء الله. دي 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 هتبقى فين في اي محافظة? احنا شغالين دي وقت السلطاشر محافظة نزيدين التسويق بتاعنا او اول مرحلة للطرح. في تسع محافظات ان شاء الله وآآ يعني ان شاء الله ناس هتجد حاجة يعني على اعلى مستوى جوه المدن. انا كده عريف. مرة انت مرة اللي امتني. طب انت يعني الاهالي اللي عايزين يشتغلوا جوه المدن. اللي عايزين شيروا جوه المدن. وانت مش حقلوه فاحنا بنعمل مشروعاتنا جوه المدن لاجتسبرية اللي طالح الاهالي اللي عايزين شيروا جوه المدن. حلوة اوي اوي اوي. في احد منهم في الغربية صح? الغربية اه. بس الغربية في العجيزي اه اللي بدأنا فيه اه ده خلاص ده الاهالينا مكان حيث اسمها تل حددين. انما عندنا فيه في المحلة اه مشروع كبير ان شاء الله هيتبقوا ان شاء الله. المحلة دي اللي هتبقى مستعمرة. مش كده? اه 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 انا يكبر مستعمرة تماما سين قدان. هنبدأ مشروع فيها حاجة راقية جدا جدا. وان شاء الله ان شاء الله. يعني الناس يعني يعني احنا ايدينا هطول كل حتة. يعني احنا شغالين في شوهاج واينا على فكرة. عندنا مشروع في شوهاج مشروع في اينا. وعندنا في في المانيا يعني في الجنوب اهو عشان الناس تقول لك ده ما ان السعيد مظلوم. لا ان شاء الله ايدينا منتد التحد وهنوصل لا اصوان بإذن الله. عندنا في كفر الشيخ. اه عندنا في المنطية عندنا في الشرقية. عندنا في ضمياط. يعني احنا هنشتغل في السبع عشر محرصة بس المتلمك عم خلال اللي تتتغلن فيها مرحلة عجلة كمان. مش مرحلة اولى. للمرحلة العجلة بمية واربعتاشر الف وحدة. يعني احنا بنقول للمرحلة العجلة مية واربعتاشر الف وحدة. ونزبت على فكرة انا بطبح المشروع. واحنا هنزبت نفيزنا في حول التبنين في المين. يعني اللي هيفكر يشتري شاقته ده. هيروح يتفرج عليه وقف البلاكونة يتفرج هو هيسكم فيه. مش على رسومات او ورق او صور. اه. هيروح يتفرج بنفسه. هيسكم في وقف ويقف في شاقته وبلاكونته يتفرج على هو. وتشطبها يبقى عامل زيال. وعنده مشكلة هيقول لك اه ده 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 شغل استثماري جدا يعني. ولا ادخن شركة قطاع خاصة. انا بشكرك جدا 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 يا باش مهندس. كل شكر لمهندس خالد صديق. رئيس جهاز التنمية الحضرية.